السلام عليكم عرب بانكس اليوم تبدأ لكم فيديو جديد بدي احكي عن مشاريع قادمة في سوق الانفتي ممكن تحصل منها ربح مجرد دخولك فيها وحصول على الويتلسط طبعا قبل ما ببلش في الفيديو اتمنى تدعموا صفحتي في التويتر وفي اليوتيوب وما تنسوا تعمل لايك وشير وسبسكرايب وهلا خلينا نبلش في الفيديو اول مشروع عنا هو VVT NFT طبعا المشروع هذا جكلو الرسم اسيوي زي ما انتو شايفين هون بتشوف الصور الرسم طريقتها مرسومة زي ازوكي او المشاريع الاسيوية الانمي اللي شفناها في سوق الانفتي هاي الرسمات اختفت صار لها فترة وحلة حاليا ممكن لتنتبعها يرجع مرة ثانية من خلال هذا الرسم طبعا المشروع عليها هي بحلو الفالوارز عندهم 19000.6 طبعا مهم جدا تشيكوا على تويتر انه التفاعل يكون حقيقي عندهم وغيرا يقدروا تشيكوا وتشوفوا متى المنت طبعا المنت وراح يطلع المنت طبعا 29 اكتوبر يعني بعد كم من يوم من هذا تصوير الفيديو اللي انا بصوره حاليا تقدروا تشوفوا متى الويتلست ب 0.018 تقريبا ممكن بسعر 15 الى 20 دولار اما سعر public mint 0.022 ممكن يكون 25 دولار الى 29 دولار ومهم جدا تفوتوا مواقع المشاريع اللي انتو بتكم تعملوا منها متى او اللي بتكم تشاركوا فيها في الويتلست الموقع الفيديو اللي بتصميم كثيرا الموقع يصمم طريقة جدا 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 للديزاين 때는 متعوب المتعوب عليه والرسم متعوب عليه في هذا الموقع كما ترى ب你們 بترى الواقع الذي يعملينه في الموقع جدا جدا حلو بسيط فمننزل إلى تحت في نشيق على التيم مهم جدا تعرف من هم التيم وراء المشروع نرى ومن Allan Founders ومننزل إلى تحت كما نرى جميع التيم خلف هذا المشروع كما من الأشياء المهمة اللي تعرفها ترى ما خير المشروع عمل شراكات ومن الشراكات اللي عملها مين المشروع اللي بدعمه كما انتم يرى هنا مشروع A T M A دعم المشروع عمل شراكة معهم انه رح يكونوا ادفايزرز معهم وغير هيك في عندهم بارتنرشيب طبعا مشروع البروجيكت ات ام ام جينيسيس حاليا لفلور برايس سبع وزيرو بوينت سفن اي تاني تقريبا زيرو بوينت ثمانية زي ما انتم شايفين طبعا كالكشن جينيسيس لايتم ستمية وتستو ستين بس كمان اذا كنتوا من مجتمع ارب بنكس رح تقدروا تاخدوا وايت لست من هذا المشروع مجرد ما انكم حاملين لبطاقات الاراب بنكس الفا ديسكور طبعا مش نصيحة استثمارية بدك تعمل دراستك قبل ما تستثمر في اي مشروع نفتي والمشروع اللي بعديه هو بيرفرينز نفتي طبعا المشروع هذا مبني عن طريقة لعبة هتكون في الاركيد كيم طبعا المشروع شكله هيكون اسيوي لسه ما في تفاصيل كثيرة عن هذا المشروع الموقع تبعهم لسه ما تم اكتماله في الكامل بس كل اللي بعرفه انه المشروع عامل شركات جدا قوية مع اشخاص في الانفتي ومشاريع ثانية في الانفتي وغير هيك عندهم لعبة قادمة في الانفتي بنفتح هون وبنشوف الشركات اللي عاملينها المشروع فبتقدروا تشوفوا عامل شركات جدا قوية من مشاريع ممكن انت تشوف صورتها وتشوف الفلور جدا مرتفع طبعا انا بعرف هذا الجروب هذا الجروب حاليا سعر الفلور تبع تقريبا خمسة اثيريوم وعندك هذا الجينيسيس كمان سعر الفلور جدا مرتفع وعندك كمان شخصيات معروفة في الانفتي متابعين هذا المشروع وغير هيك عاملين باردنرشيب مع هذا المشروع وغير هيك اذا بننزل لتحت بنشوف انه المشروع رح يعمل لعبة في الانفتي طبعا كنا وسمعنا على الموضوع البليتو ايرن ممكن يكون في عندهم عملة انك تاخد ويتلست عن طريق تلعب لعبتهم الخاصة في الانفتي فبننزل لتحت شوي بنشوف انه في عندهم لعبة قادمة في الانفتي طبعا تدع تلعب اللعبة هاي وتاخد عملتهم الخاصة اذا كان عندهم عملة وتشتري فيها ويتلست من الماركت بليس اللي رح يفتحوه ممكن يفتحوا ماركت بليس ويحصلوا ويتلست جدا قوي لانه الفريق شكله رح يكون جدا قوي ويكون عنده معارف قوية انك تاخد ويتلست من مشاريع ضخمة طبعا اللعبة هاي ممكن تقدر تلعبها بتلفونك تشبكها على الميتا ماسك المتصفح الميتا ماسك تقدر تشبكها وتلعب طبعا حانيا لسه ما في تفاصيل كاملة عن طريقة اللعبة كيف رح تكون بس كما انتم شايفين انه اللعبة رح تكون بهذه الطريقة انك تحارب وتحصل من العملة تبعتهم وغير هيك المشروع عامل شركات جدا قوية مع مشروع إيساكا ميتا وغير هيك عامل مع زوفيرس فمتستردوا الصفحتهم في تويتر وتشوفوا المشاريع عامل مع المشروع شراكة هيكم انتم بتعرفوا ان المشروع هذا رح يكون إيلو هدف او مستقبل في الان اف تي عندهم عدد فولوورس جدا ممتاز في قتلتوا تشوفوا المتابعين اللي عندهم عدد الايكات الاراتويت التي تصبح عنها بتصبح معه اشخاص的 وغير هي تقدروا بكم ن distillعordre ليسواتمå الصغيرة العابب villas ويستمر بها اللعبة اللي هم قاعدين بابنوا فيها طبعا حاليا لسا اللعبة ما فتحت بالكامل طبعا الشخصيات راح تكون بهذه الطريقة في هذا الرسم زي ما انتو شايفين ممكن تكون وشخصيات تلعب فيها في اللعبة الخاصة فيهم طبعا المشروع اعطى المجتمع عرب بنكس عن هذا المشروع اعطانا ويتلست اذا انت كنت من المجتمع عرب بنكس راح تحصل على ويتلست من خلال مشاركتك في القيذاوي والمشروع اللي بعدي هو مشروع الاودسي مشروع هذا لسا ما في تفاصيل كبيرة عن هذا المشروع فبتقدروا تشوفوا صفحتهم في التويتر وتتابعوهم اول باول لسا هم مش بنزلين لا ديسكورد ولا الموقع الرسمي سبعهم فاذا منفوت على هذا الموقع نحطينه بقدروا تشوفوا عاملين كود على الاخطابوط او الشكل اللي هم عاملينه فما بعرف ايش الشكل راح يكون او ايش الرسم راح يكون لانه ما في اي تفاصيل طبعا الناس بتحب الاشياء المجهولة اللي مثل هيك فممكن تكون شركة ضخمة لانه القائم على هذا المشروع او صاحب المشروع هذا الشخص عنده كمان ببني مشاريع ثانية مثل مشروع طبعا كنا بنعرف مشروع اللي حصل اطلاق جدا قوي وكان رابطت لمشاريع من ويب 2 نقلها الى الويب 3 طبعا تقدروا تنزلوا تحت وتشوفوا طريقة الرسم طريقة الرسم جدا غريبة فما احد تكون 3D او ماسكات فزي ما انتو شايفين طريقة الرسم عندك هون العيون وعندك هون المنخار فلسه ما احد بعرف طريقة الرسم كيف فما في تفاصيل كبيرة عن هذا المشروع فبتقدروا التابع هذا المشروع وغير هيك هذا المشروع اعطى مجتمع ارببانكس ويتلست مبكر جدا طبعا لسه ما احد بعرف تفاصيل هذا المشروع بس اعتقد راح يكون اشي جدا قوي لانه في عندهم شراكات جدا قوية والقائمين على هذا المشروع شخصيات معروفة في النيفتي فبتقدروا تعملوا تشوفوا اللي هم عاملينهم فولوينج الناس اللي ماشيين على هذا المشروع او القائمين على هذا المشروع وتشيكوا على صفحاتهم وتعرفوا عنهم اكثر فزي ما انتو شايفين رسم شكله راح يكون 3D طبعا مش نصيح استثمارية اعمل دراستك وتابع هذا المشروع فممكن تحصل منه ربح من مجرد من انك اخذت ويتلست وبحب ان اوه عن شغلة انه اللي بدخل هذا الكلكشن طبعا مش او المجتمع في الا اكبر في مجال الـ NFT في الشرق الأوسط طبعا احنا بنعطي كولات يعتبر الأفضل كولات في الـ NFT من خلال البيل ماركت فبتقدر تشوفوا الشكل الجديد اللي عنا للبطاقات الـ ArabBunks بهذا الشكل شركة الـ ArabBunks الجديد فإذا كنت أنت بدك تشتري بطاقة فاتأكد أنك تشتري من هذا الـ لأن الرابط رح يكون في صندوق الوصف فبتقدر تشوفوا الكولات اللي بنعطيها على صفحتي في التويتر أو صفحة الـ ArabBunks الرسمية هاي الـ ArabBunks APBAS فبتقدر تشوفوا الكولات اللي بنعطيها هناك وغيريك الـ WhiteList اللي بنعمله هناك للجميع رح يكون وغيريك فيه WhiteList بيكون خاص فقط للمشتركين للأعضاء في الـ ArabBunks طبعا بتشوف هون الكولات الأسبوعية اللي عطيناها عندك مشروع Down Market Duck عطينا الفلور 0.01 وصل إلى 0.05 عندك مشروع New Link وصل إلى 0.24 من 0.03 وعندك مشروع Infamous عطينا عليه WhiteList وكان سعر المنت 0.025 وصل إلى 0.11 طبعا مجتمع ArabBunks تقدر تعمل ربح طبعا سوق الـ NFT خطر فبدك تكون عامل دراستك ومتأكد من الاستثمار اللي راح تستثمره في المشاريع وغيريك عطينا كل عام مشروع HotFaces من سعر 0.08 وصل إلى سعر 0.28 طبعا إذا كنت مبتدأ في مجال الـ NFT زحاب أنك تتعرف على هذا المجال أكتر وتعرف إشه المشاريع الصحيحة للإستثمار أنا بحكي لك الـ ArabBunks AlphaBus هو بدايتك في مجال الـ NFT هو المكان اللي راح تحترف فيه لأنه بلم أكثر من 555 شخص في الـ Middle East بيكونوا جميعا خبراء في مجال الـ NFT طريقة الاشتراك في الـ ArabBunks بس جدا سهلة بس مجرد أنك تشتري بطاقة من البطاقات المتوفرة هاي وبتروح على الدسكورد على قناة الكولاب لانت جوين وبتعمل لتس جو وبتلبط محفظتك في الدسكورد وهيك بتفاعل عندك الدسكورد إذا أنت كنت مبتدأ أو محترف في مجال الـ NFTs وبتحصل على ويتلست عداد كبيرة جدا أو إذا كنت مشترك في الـ ArabBunks AlphaDiscord طبعا راح تأخذ ويتلست بكميات كبيرة من الطريق مشاركتك في الـ Giveaways الخيز الذ挺 즐거不管 نعملها طبعا هذا الموقع بعطيكم إياه هذا الموقع مفيد إذا كنت كنت بتاخذ ويتلست بمشاريع اكبرOt Ф카�ade يعني اتراكب مشاريعك اللي عندك أنت فيها خلال قرية وبعطيك فيها تنبيه كامل من خلال هذا الموقع طبعا زي ما انتو وinkling هذا الموقع سوف يفرجينها مثل وبتل pretty sale ناس الأول دفعة من pacان اقترب za mint قبل public mint طبعا زي ما انتم بهم هنا ب consort Terre مشاريعكم تعرفوا متى ت kn alows وبيعطيكم تنبيه انه هذا المشروع رح يعمل لمن ثلاث حاليا او اذا انت عندك ويتلست من هذا المشروع عن طريق انك تربط محفظتك في هذا الموقع بيكون اصلا انت محفظتك محطوطة في الكونتراكت تبع المشروع فبيطلع لك انه انت ويتلست من هذا المشروع فزي ما انتم شايفين اذا كنا بننظيف مشروع من المشاريع هاي مثلا عندك هذا المشروع اذا كنا حابين ننظيفه عنا بس اللي عليك تضغط على هاي علامة السالب فبنعمل اوكي فبنفوت على البرجيكت تراكر هون فبنلاحظ انه هي المشروع طلعي عنا هون فزي ما انتم شايفين هون بحكي لك اش الخيارات الموجودة اذا انت كنت ويتلست بتضغط على الويتلست طبعا انا مش ويتلست في هذا المشروع فزي ما انتم شايفين هون فهون انت بتتم مراقبة المشروع عندك عن طريق هذا الموقع وغير ايك الموقع فيه مميزات جدا كبيرة انا ما رح اقدر اعطيك كامل تفاصيل عن هذا الموقع تقدر تشوف صفحتهم على اليوتيوب وتتألم عليه اكثر لانه الموقع جدا حلو رح يفيدك طريقة جدا قوية وغير ايك عندك اللي حاسبة اللي بتحسب لك البروفيت اللي بتعمله من الويتلست هذا اشي جدا مهم تعرف ربحك تعرف ايش از انت خسرت او ربحت من الويتلست وغير ايك تقدر تحط حساب تويتر للمشاريع وتشوف ايش في عندهم انسايت او ايش اتفاعل اللي عندهم من جرد تفوت على هذا الخيار فبتروح هون لتويتر انسايت او اليوتيوب تدير تحطه فبنعمل هن فبند بسوف هفين هنا صفحة الويتر تبعت على المشروع أو صفحة teu على هذه الصفحة فبتقدر تشوف فيها فبتقدر تشوف فيها ايش التفاعل اللي بيصير على هذا التويتر فانت هون بتكون مجمع اكتر من صفحة تويتر فبتشوف التفاعل اللي بيصير بتقدر تشارك فهذا الموقع بيسهل عليك كثير اشياء هذا الموقع بيعطيك صفحات تويتر احسن بتضلك فاتح اكتر من البراوزر فبسهلهم عليك وبيختصلك الموضوع وغير هيك حطل لك هون الـ مثلا از انت كان عندك روابط جدا مهمة بتقدر تحطهم هون تدرجهم هون في هاي القائمة فهو بسير يعطيك اياهم بطريقة جدا مفصلة مثلا عندك هون فبنحطهم هون ها كل الروابط هاي فهون بيعطيك اياهم طريقة جدا مفصلة انه انت عندك روابط جدا مهمة ما بدك تظل لك تروح تفتح تلفونك بس عن طريق اللابتوب او تستعمل البرنامج على التلفون فبسهل لك كل التفاصيل ويبعطيك كل التفاصيل في موقع واحد انت بتكون بس مسجل في الميتاماس تبعتك في عنوانك وغيريك حلو انك تربطه في الدسكورد عندك حسان اذا انت اخذت ويتس من مشاريع يطلع لك الويتلست اللي انت ماخده من المشاريع طبعا اذا انت كنت عندك بطاقات من بطاقات الارب بنكس الفا دسكورد ستستعمل هذا الموقع مجانا وتتعلم عليه من مجرد ما انت عندك البطاقة هاي من الارب بنكس الفا دسكورد بس تربط محفظتك على طول رح يفتح عندك الموقع وتشارك في الموقع وتجرب التجربة الرائعة جدا من هذا الموقع وممكن تحقق ربح جدا لانك رح تعرف متى المنت تبعك رح يصير لانه كثير انا صارت معي نسيت انه عندي ويتلست من مشاريع جدا مهمة والمشروع اللي بعديه هو فرايدي بيرز ان افتي طبعا المشروع هذا عمل ضجة جدا حلوة المنت تبعه جدا قريب فتقدر تاخد فيه ويتلست معك ثلاثة ايام تشارك في الدسكورد عندهم لتاخد ويتلست طبعا اذا انت كنت من مشتركين الاراب بانكس الفا ديسكورد رح تحصل على الويتلست من خلال مشاركتك في الجيفاويز اللي بنعملها للأعضاء خاصا في الاراب بانكس الفا ديسكورد طبعا المشروع هذا عندهم عدد فلورز جدا كبير مية وستين الف متابع وغير هيك عملين بارتنرشيب او عملين ادفايزرز جدا مهمين في سوق الانفتي عندك الاتش اي كيو اي جدا مهم في مجال الانفتيز بيعطي الفا كوز جدا قوية هو كمان شغال مع تشامز تشامز يعتبره الفا ديسكورد اجنبي فعندك كمان انفتي بوي وغير هيك بدنا نفوت على صفحة صاحب هذا المشروع او الرسام لهذا المشروع اللي هو اسمه مايك مانور فبتقدر تشوف رسمه طريقة رسم من هذا صاحب المشروع فبتقدر تشوف الرسم تبعه الرسم رح يكون بهذه الطريقة تعرف الناس بيحبه البيكسلز او الرسم البيكسلز فعنده فن فكاهي في الرسم او ط تشوفين عامل فيديو انيميتد ففي هاي الطريقة وغيرك تقدر تشوفوا صفحته كاملة عنده تفاعل جدا رائع في هذا المشروع طبعا المشروع رح يكون تاريخ المنت بستة وعشرين اكتوبر فبدك تشارك معهم في التويتر او تشارك عن طريق المنت اللي عاملين الرابط اللي هون حطينه همه فبتقدر تشارك هون عشان تحصل عن طريق اللي همه عرضينه فممكن احتمال جدا قليل انك تفوز من هاي الطريقة بس اذا انت كنت مشترك في الارب بانكس الفا ديسكورد رح تقدر تحصل على الويتلس من خلال مشاركتك معنا وهيك بيكون انتهت فقرتنا اليوم اتمنى تكون عجبتكم لا تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب تدعم هذا الفيديو ليوصل اكبر عدد ممكن وتعمل لي فولو على التويتر ونراكم في فيديو قادم